الشرط الخامس من شروط الصلاة رفع الحدث الحدث ينقسم إلى قسمين الحدث أكبر يرتفع بالاغتسال وحدث أصغر يرتفع بالوضوء المهم حدث هو وصف قائم بالبدن يعني إنسان يخرج منه ريح هذا حدث أصغر إنسان يخرج منه منه؟ هذا حدث أكبر هذا يعني طريق البالة يوجب إلى الإقتصال هذا حدث أكبر أي شيء يوجب إلى هذا حدث أصغار مثلاً خرج منه مني وصلى قبل أن يقتسل الصلاة لا تقبل باطلة نعم خرج منه ريح مثلاً أو بال مثلاً ولم يتوضى وصلى الصلاة باطلة إذاً لابد من أن يكون يصلي على طهارة إما وضوء أو اغتسال أو لا تقبل الصلاة والله أعلم لأبد من يتوضع بطل الصلاة والعجمع على الطاقتل واللغة والعجمع على الطاقتل واللغة والعجمع على نفسي شكراً لك